الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم ما بعد ما حد الزاني المحصن في الإسلام حد الزاني المحصن في الإسلام المحصن المتزود أول حاجة لازم تعرف أن الزنة كبيرة من أكبر الكبار يا الله عز وجل ولعظم الزنة ربنا عز وجل شرع قوانين وسن أوامر حتى يبتعد الإنسان عن هذه الفعل القبيح فقال الله عز وجل في سورة الإصراء ولا تقربوا الزنة إنه كان فاحشة وساء سبيله ولاحظوا أن ربنا قال ولا تقربوا الزنة ما قال الله ولا تزنوا إنما قال حتى مقدمات الزنة ابتعدوا عنها وقال في سورة أخرى في سورة النور كل المؤمنين يغضوا من أب الصاري ويحفظوا فروجاه ذلك أذكى لو إن الله خبير بما يصنع لأن غض البصر أو إطلاق البصر من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الفحشة فقال الله كل المؤمنين يغضوا من أب الصاري إلى آخر الآن وقال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه لا يخلو رجل مع مرأة إلا مع زي محر لأن كلما اجتمع رجل ومرأة كان الشيطان قريبا منه وأدى إلى الوقوع في هذه الفحشة عيازا بالله عز وجل ولعظم الزنى قرنه الله عز وجل مع الشرك ومع القتل في أواخر سورة الفرقان فقال جل جلاله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا طيب حد من زنى وهو متزوج حده في الإسلام إن كان في بلاد تقيم الحدود الرجل حتى الموت الرجل حتى الموت والدليل على ذلك في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدليل على الرجل حتى الموت في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله أقول لك بس الحد لم يأتي في القرآن نقول جاء الحد في القرآن في قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه عشان ما تحكوش عليك يقول لك حد الزنى للمتزوج لم يأتي في القرآن أقول لك لا جاء في القرآن قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله وفي آيات أخرى كثير وأطيع الله وأطيع الرسول في آيات عظيمة حض على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يخدعوك ويقولك بأن حد الزنى لم يأتي في القرآن تبه يكل حيغات في القرآن لا قال الله عز وجل إننا نحن نزلنا الزكر وإننا له لحافظون الآلي كثير من الناس بفهمها غلط معنى الزكر مش معنى الزكر للقرآن فقط لا إننا نحن نزلنا الزكر أي القرآن والسنة وإنا لهما أي للقرآن والسنة لحافظون بإذن الله جل في علاء طيب يبقى أي حاجة جات في السنة على العين والرأس ويجب العمل بها حتى وإن لم تأتي في القرآن أشياء كثيرة جدا جدا بل إن القرآن يحتاج إلى السنة أكثر من احتياج السنة للقرآن لأن أكثر آيات القرآن مجملة ثم جاءت السنة ففسرت يعني مثلا كل المسلمين بيصل أو المفروض أن كل المسلمين بيصل طيب ماذا نقوله بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة عجبتها منين في القرآن ولا في السنة في السنة وانت راكع بتقولي سبحانه ربي العظيم وصبح خدوس رب الملائكة والروح سجد وجهه لك اللهم لك راكعت وبك آمنت ولك أسلم في القرآن ولا في السنة؟ أو في السنة طيب وانت ساجد الكلام ده بتقولي سبحانه ربي الأعلى في القرآن ولا في السنة؟ لا في السنة يبقى أي حاجات في القرآن أي حاجات في السنة تتساوى مع أي شيء جاء في القرآن ثم إن كان هناك توضيح يبين في كل مسألة يبقى حد الزنة للمتزوج جاء في السنة ولم يأتي في القرآن نعم جاء في السنة ولم يأتي في القرآن فالقرآن آياته مجملة والله يقول وما تاكم الرسول فخزوا وما ناكم عنه فانتهوا طيب أين حد الزن المحصن في القرآن في السنة؟ ماعزا رضي الله عنه ورضاه ماعزا كان من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لبشريته ولطبيعته البشرية وقع في المحر فأتى النبي صلى الله قال يا رسول الله فعلت المحرم فأقم فيي كتاب الله فطهرني يا رسول الله فقال النبي ويحك ارجع واستغفر الله واتوب إليه سيدنا ماعز رجع وقال بعد فترة قال رسول الله أصبت حدا فأقم فيي كتاب الله النبي قال له ارجع واستغفر لا واتوب إليه ماعزا مرتين ثلاثة في الآخر يا رسول الله فعلت الفاحش فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أبي جنون ربما يكون ماعز جنة قال لا يا رسول الله قال أشرب خمرة ربما أشرب خمرة يعني لعبت الخمرة بعقله فجاء يهزي بما لا يعقل فقام أحد الصحابة فاستنكر أحد فمه فقال لا يا رسول الله لم يشرب خمرة فقام النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزنا وهي الرجم حتى الموت لما أحس ماعزا لما أحس ماعز بألم الرجم فر ليهرب فأدرك بعض الصحابة فرماه بحجر أو ما شابه أو بفك جمن فمات رضي الله عنه وأرضاه بأدى الدليل على أن النبي رجم معزا والمرأة الغامدية التي كانت حبلة من الزنا وأتت النبي وأتت النبي محمد وهي حبلة من الزنا فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أقام عليها حد الزنا الأهل لأدى ذلك إلى قتل الجنين وهذه نفس وإذا المؤودة تسولت بأي زم من قتلت ما السبب في أن تقتل نفسا ليس لا زم فقال ارجعي حتى تضعي ولدك المرأة فعلا رجعك وضعت ولدها من الزنا ثم أتت النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد رسلها ولدي من الزنا فقال النبي وما زنب الولد ارجع حتى تفطميه فعلا أعد سنتين أو سنة ونص وأتت النبي محمد لما فطمته قال يا رسل الله ها هو الولد فقام النبي عليه صلى الله عليه وسلم حتى الزنا والرجم حتى الموت وإطن في حديث آخر رجما لما قال لأنيس كان في قصة العسيف العسيف الرجل كان يعمل أجيرا عند أحد من الناس فحادست بينه وبين مرأة هذا الرجل المحرم فزنا به فأتى النبي وأتى مع والده ليقيم عليهم حتى الله عز وجل ثم قال النبي لأنيس وهو الرسول من قبل النبي محمد والذي سيقيم الحد واغض يا أنيس إلى مرأة هذا شوف بها رحمة الإسلام فإن اعترفت لو اعترفت بالزنة ما هو أحد الزنة مش لأحد الزنة مش قضية وخلاص واحد يقول أنا زنيت لا هو الرجل يقيم علي الحد لأنه اعترف والإقرار سيد الأدلة لكن على نفسه اسمع كده الإقرار سيد الأدلة لكن على نفسه على نفسه الشخص اللي بيعترف نبقى الوغض يا أنيس إلى مرأة هذا الرجل دعا اعترف فخلاص فهذا يجلد لأنه كان شابا لم يتزول يجلد ما يتجل لكن وغض يا أنيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت بناقعة في المحرم فارجمها يبقى دي ثلاث حديث تدل على أن حد الزاني المتزوق في القرآن هو الرجم حتى الموت ولكن أقول بلا توفيق لو أراد الإنسان أن يتوب بينه وبين الله عز وجل له ذلك له ذلك لكن إن وصل الأمر إلى ولي الأمر فولي الأمر سيقيم علي الحد لكن إختار أن يتوب بينه وبين الله عز وجل فله ذلك لكن إن وصل الأمر إلى الحاكم يجب على الحاكم أن يقيم حد الله وهو الرجم حتى الموت قولوا قولي يا أزا أستغفى الله لي ولك